قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عمر البشير إن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات منتظمة لتعزيز مصالح البلدين إضافة إلى العمل المشترك بين مصر والسودان واثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة واتفقنا أيضا على الحفاظ على دورية عقاد هذه الأليات بصورة منتظمة وبما يؤمن تعزيز مصالح البلدين ومعالجة أي شواغل أو تحديات قد تطرأ أمامهما كما أكدنا اعتزام البلدين على المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل البر والبحري والجو ومشروعات البنية التحتية والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوفرة لدى البلدين وفي ضوء أن نهر النيل يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل فقد أكدنا عزمنا العمل معا ومع الأشقاء في أسيوبيا للتواصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المفاعل الجميع دون الإدرار بأي طرف وموصلة العمل على تفيد زتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الأسيوبية حول سد النهضة ترجمة نانسي قنقر